بالانسحاب ومقاطعة الانتخابات لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات تقول مفوضية الانتخابات بعد اغلاق فترة الانسحابات في العشرين من حزيران الماضي وعلى الرغم من كثرة المنسحبين اعلاميا الا ان المفوضية لم تتسلم اي طلب رسمي للانسحاب حتى الان موضوع الانسحابات لم يرد اي طلب رسمي من اي تحالف او مرشح لدينا 3249 مرشح لم يردنا من اي مرشح من هؤلاء المرشحين طلب رسمي للمفوضية بالانسحاب لا تحالفات ولا احزاب ولا اشخاص مرشحين يعني 3249 مرشح اللي هما من ضمن الاحزاب ومن ضمن التحالفات والمستقل ووفقا لتعليمات قانون الانتخابات وقرارات المفوضية فان التحالفات التي تريد ان تنسحب من الانتخابات يجب عليها ان تقدم موافقة موقعة من جميع المرشحين ضمن مدة الانسحابات التي اغلقت وتقديم طلبات رسمية بذلك من الناحية الفنية حقيقة يعني تعتبر مسألة التلويح بالانسحابات او الانسحابات المعلنة يعني لا تقبل ابتداء من الناحية القانونية لانه تجاوزت الفترة اللي اشارنا اليها قبل قليل فنيا لن تتأثر المفوضية بتلك الانسحابات بحسب تأكيدات دائرة العمليات فيها التي تقول انها تهيئ للخطوات النهائية للانتخابات بعد وصول بطاقات الناخبين التي ستوزع في الشهرين المقبلين وطباعة ورقة الاقتراع ومن خلال قناة العراقية ندعو الناخبين جميعا ممن ليس لديهم بطاقة انتخابية الى مراجعة مراكز التسجيل لاستلام بطاقاتهم الانتخابية لا سيما المواليدة الجديدة مواليد 2001-2002-2003 وبينما تواصل بعض الاحزاب والتيارات السياسية الانسحابة من المشاركة في الانتخابات المقبلة تؤكد مفوضية الانتخابات ان تلك الانسحابات لا قيمة قانونية لها من الناحية العملية والفنية بعد اغلاق باب الانسحابات في حزيران الماضي سجاد الموسوي العراقية الاخبارية بغداد